أكدت مصر التزامها بتعامل مع المجتمع الدولي لتنسيق توفير المساعدات الإنسانية للشعب الفلسطيني في غزة وخلال اجتماع اللجنة السادسة للجمعية العامة للأمم المتحدة حمل مندوب مصر الاحتلال الإسرائيلي مسؤولية عرقلة جهود تقديم المساعدات الإنسانية بشكل يرقى لانتهاك جسيم للقانون الإنساني الدولي واتفقات جينيف كما شدد مندوب مصر على الالتزام بحماية الأشخاص ضد أي كوارث وتقديم المساعدات الإنسانية وكفة الخدمات الحكومية إلى ملايين الأفراد الذين هربوا إلى مصر من النزاع المسلح في الشرق الأوسط وأفريقيا تشدد مصر على التزامها بحماية الأشخاص ضد أي كوارث ولا يمتد هذا الالتزام فقط إلى المواطنين المصريين وإنما ينسحب على تقديم المساعدات الإنسانية وكافة نتاقات الخدمات الحكومية للملايين الأفراد الذين هربوا إلى مصر من النزاع المسلح في الشرق الأوسط وأفريقيا تتعاون مصر أيضا مع المجتمع الدولي لتنسيق توفير المساعدات الإنسانية إلى الشعب الفلسطيني في غزة على الرغم من حقيقة أن مصر القوى القائمة على الاحتلال تتحمل المسؤولية الرئيسية والأساسية لتكشف هذه الكارثة الإنسانية في مصر وهي التي عرقلت جهود تقديم هذه المساعدات الإنسانية في تضادل التزامات وفقا للقواعد العرفية والقانون الإنسانية الدولية بشكل يرقى إلى انتهاك جاسيم لاتفاقات جناب